اجتمع الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس لجنة الاعداد والتحضير للقمة العربية المقبلة والتي تستضيفها مملكة البحرين ومعالي سيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة زيارته الى مملكة البحرين وذلك بحضور سعادة رئيس الامن العام معالي وكيل وزارة الداخلية وسعادة مدير عام الادارة العامة للإعلام والثقافة الامنية وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الداخلية بزيارة معالي الامين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافقة مشيدا بجهود الامانة العامة للجامعة العربية في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك في كافة المجالات وأوضح أن المعطيات والتحديات المتسارعة تتطلب تكثيف الجهود وتوسيع أفاق التعاون والتنسيق وتعزيز مسيرة العمل الامني العربي المشترك وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الصلاب الجهود التحضيرية والإجراءات التنظيمية لعقد القمة العربية كما تم التطرق إلى عدد من القضايا والمسائل المرتبطة بالعمل المشترك على تعزيز القدرات الامنية العربية المشتركة لمواجهة التحديات ترجمة نانسي قنقر